وأنت تتجول بين أزقة قلعة بني رشد الأثرية وتلج بيوتها الطينية سيلفت انتباهك طابعها المعمارية المبيزة المعروف محلي بالردمة طريقة تشييد خمط المكان من قساوة الظروف المناخية وطبيعة المنطقة له خصوصيات وله ميزات هذا الطابع العمراني الذي يتمثل في البيت الذي لا يتعدى عرضه ميطرات ونصف والطول إلى خمس أمتار أما بالنسبة لسمك الجدران فيكون هذه على طريق الردمة أو ما يسمى بالردمة التي لها خصوصيات التي تقاوم الظروف المناخية وتقاوم كذلك الظروف الطابعية من الرياح ظاهرة الحد وظاهرة الإنجراف وظاهرة الإنزلاق التربة بيوت لا زالت يومنا هذا شهد على إبداع سكان الأوائل قلعة بني رشد الأثرية حيث يؤكد الباحثون على أهمية هذا الطابع المعماري بدأوا يتخلون على هذه الخصوصية أو هذا الطابع العمراني لماذا؟ لعدة أسباب منها أولا التعب تجنب خوف وتجنب عدم كذلك مواجهة الصعاب ثاني شيء المجازة كذلك بالنسبة لهروب من هذه المنطقة والذهب إلى المناطق البطاح رابع شيء كذلك هذه الخصوصية تكلف رانا نسعى بش نوع المواطنين من أجل الحفاظ على هذه المباني وعلى هذه القيم لأنها تشمل الهوية تعنا ورهي تراث بالنسبة لنا كتراث راهوا في طريق تلاشي ونحن نسعى إن شاء الله بش نحافظوا عليه مناطق أثرية تحفظ بين أزقتها وزواياها قصص من عاشوا هنا ووثقوا طريقة خياتها معبر ابتكار طرق للتعمير والبناء تمكنت من الصمود وما الحفاظ عليها إلا حفاظ على تاريخ المنطقة وقاطنها